كرمت وكالة بيت مال المقدس الشريف في العاصمة المغربية الرباط الصحفية الشهيدة شيرين أبو عقلي بمنحها ميدالية الشجاعة والإقدام وذلك في الاحتفالية التي نظمتها الوكالة بالتعاون مع جامعة القدس والمعهد العالي للإعلام والاتصال في الرباط لتتويج الفائزين بجائزة القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام التنموي لعام 2022 في احتفال حاشد وبحضور عدد من الشخصيات المغربية والفلسطينية والدبلوماسيين المعتمدين في المملكة المغربية أعلنت وكالة بيت مال القدس وبالتعاون مع جامعة القدس عن نتائج مصابقة جائزة القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام التنموي حيث سميت الدورة الحالية للمصابقة بدورة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عقلي هذا التكريم لعمل جد الذي تناول القضية القدس بشكل عام ولكن خصوصا قيم الحضارة العريقة لهذه المدينة الجامعة وبعد ذلك تم تكريم ذكرى الشهيدة المغدسية شيرين أبو عقلي هذه الجائزة تدخل في إطار إنتاج محتويات تهتم بقضايا القدس الشريف والقضية الفلسطينية عامل احتفال الإعلان عن الفائزين شاهد أيضا منح وكالة بيت مال القدس الشريف ميدالية الشجاعة والإقدام للصحفية الشهيدة شيرين أبو عقلي تكريما لها ولباقي زملائها الذين قضوا دفاعا عن قيم الحرية والعدالة والسلام جائزة هي كانت لشيرين وأنا أخذت الجائزة مندوبة عنها للأسف يعني كنت بتمنى أنها تكون موجودة وهي لتسلم الجائزة وهي وقتما كانت حية كانت تتكرم دائما وحتى بعض موتها ما زالت تكريم مستمر ما نرى اليوم في هذا المعرض الصحيح يطلج صدر هذا التضامن مع الشعب الفلسطيني هذا التضامن مع القدس هاي الجوائز هي فعلا يعني تقدير صحيح لروح الشهيدة شيرين أبو عقلي لكن في نفس الوقت هي تقدير كبير للشعب الفلسطيني كان هذا العمل صراحة واحد تجربة اللي زوينة بزاف واللي وصلنا منها رسائل بزاف دي القضية الفلسطينية والدفاع عنها يذكر أن جائزة التميز الصحفي مخصصة لطلبة باكالوريوس وماجستير الإعلام في جامعة القدس والمعهد العالي للاتصال في الرباط وقد توزعت الجائزة هذا العام على ثلاثة أصناف أولها صنف الاستطلاع التلفزي حيث فازت بجائزته الصحفية المقدسية كريستين ريناوي ومن المغرب الطالبة الصحفية سلمة خادم وصنف التقرير الإذاعي الذي نالت جائزته الطالبة أمين العلوي من المغرب وصنف التقرير الصحفي المكتوب أو الإلكتروني والذي فازت بجائزته الطالبة عائشة العبادي من المغرب ومناصفة من فلسطين كل من الطالبة إناس الحاج علي والطالب وسام عطوان زيد أبو شامعة تلفزيون فلسطين بمشاركة دولة فلسطين انطلقت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة